لجنة الاندباط استقالت بس كان فيه جلسة مع كهرباء ما حدش يعرف عنها حاجة ما حدش يعرف اللي حصل جوا الجلسة دي ايه ما حدش يعرف هل كهرباء هيتعاقب على دوق هزي الجلسة ولا مش هيتعاقب خلاص ولا هنستنى لجنة الجديدة لجنة الاندباط الجديدة عشان تاخد قرارات جديدة الوضع ايه بالنسبة لجنة الاندباط او القضايا او المشاكل اللي عندها خلينا نقول قبل بس معضوها كهرباء مضوع نادي الزمالك عليه 80 مليون جنيه 80 مليون جنيه على الزمالك عشان يقدر يأيد اي حد لعب لازم يجدوى لمستحادة قلت قلت الخبر دوت انه كمان اتحاد الكوره طالب كاش رقم معين ياخد مبلغ الاهلي كان عليه 8 مليون الاهلي من فترة من حوالي اول ما تم فتح باب الانتقالات سد الجزء وبدأ يجدوى الجزء الاخر ولكن اكتر نادي مديول لاتحاد الكوره ونادي الزمالك عليه 80 مليون جنيه اعتقد ان هو ممكن يعدل 5 مليون عشان يقبله ان هو يخلي خمسة مليون ممكن خمسة اوازد من خمسة مليون في الصيف الزمالك كان سدد 15 عشان يقدر يسجل في الصيف فاعتقد عشان هو مبلغ المبلغ بتاعهم كبير جدا فاعتقد مش هيقل عن 10 او 15 مليون يعني خمسة فيما فوق كده بالنسبة لكهرباء كهرباء لما تم استدعاقه من قبل لاجلة الانضباط والرجل طبعا هو نفى كل اللي حاجة حصلت انا مسأتش لجمهور نادي الزمالك مسأتش لأي حد وقال كمان حاجة غريبة جدا قال الصوتي اللي موجود في الفيديو المنتشر ليه ده صوت مفابرك ده مصوتي لا دي حقيقة دي معلومة ومؤكدة بس كل اللي تقال انه انا كنت تقصد مش عارف انه الهدف مش عارف جيزي لا 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 صيغة الكلام لا 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 اطلق تقولي انه هو قال الصوت مش صوتي هو اللي حصل في الفيديو قالك ده صوت مفابرك ده مصوتي مع الجمهور انا احتفلت بس بشكل بشكل عادي انا ما اسأتش لحد انا جمهور نادي الزمالك انا ما اسأتش له ولا عمر يسيق له حتى دي مفاجأة دي انا اول مرة اسمها لا وقال كده قدام لجلة الانطباط ودي المعلومة مؤكدة من داخل اتحاد الكورة عظيم مصدر موصوك في كلامه طيب